أعزائي الطلاب أسعد الله أوقاتكم بكل خير سنتناول في هذا الدرس نص من النصوص التي تنتمي للمجال الفني الثقافي بعنوان الحلقة لابد وأن تسمع كلمة الحلقة حتى يتبادر إلى ذهنك الساحات العمومية ولعل أبرزها ساحة جامع الفناء والتي لابد لأحد منكم أنظارها من قبل قبل الغوص في قراءة النص لا بد أن نكتشف مجموعة من العتبات أولها العنوان فكما تلاحظون العنوان جاء كلمة واحدة وهي من الناحية التركيبية مبتدأ مرفوع بالضم الظاهر على آخره والخبر محدوف تقديره صفة في النص أما من الناحية الدلالية الحلقة كل شيء استدار كحلقة الباب والذهب أو الفضة كذلك تعني دائرة من الناس بعدها نمر إلى بداية النص ونهايته فالأولى نستهل الكاتب نصه بتقديم تعريف للحلقة بوصفها مسرحا شعبية أما النهاية تنسجم مع البداية حيث تكررت فيها عبارة المسرح الشعبي مرة أخرى كل هذه المعطيات سنستنتج نوعية النص عبارة عن مقالة تفسيرية ذات بعد فني ثقافي مقتطف من التقليد المسرحي في المغرب للدكتور حسان المنيعي يجب أن نتعرف عليه بصفته كاتبا لهذا النص حسان المنيعي من مواليد مكناس سنة 41 تسعمائة وألف أستاذ جامعي وكاتب مغربي اهتم بالدراسات الأدبية والنقضية وخاصة ما يتعلق بالمسرح كل هذه المعطيات والمؤشرات نفترض أن النص سيصف فن الحلقة كمورة تنتقى في مغربي وعلاقته بالمسرح نمر إلى القراءة التوجيهية للنص في هذه المرحلة سنقرأ النص بتماع الحلقة عبارة عن مصرح شعبي يشرف على تقديم فرجتها بعض الأفراد المتخصصين في فن الحكاية أو الإماءة أو الألعاب البهلوانية وقد اعتاد هؤلاء الأفراد الذين يحترفون الحلقة أن يعرضوا فرجتهم وإبداعاتهم في البواد والمدن أسواقها وساحاتها كباب فتوح بفاس وباب المنصور بمكناس وساحات جامع الفناء بمراقش وقد منحت تلك الفرجة لهذا المكان الأخير شهرة عالمية ذلك أن ديوع صيت ساحة جامع الفناء والانجداب الذي تمارسه على الزائرين الأجانب القادمين إليها من شتى أنحاء العالم ويرجع إلى كونها المكان الوحيد الذي تقدم فيه كل يوم منذ قرون فرجة شعبية دائمة تقوم على الحكايات والأساطير العجيبة التي تجلب المرة إذ يكون هؤلاء حلقة حول البهلوانيين والموسيقين أو حول بعض الحكائين الذين يتوفرون على خيال فوضوي يطلقون عينانا لمخيلتهم فيبتكرون الأحداث في حين ويغصون في مغالقة من الآراء ثم يفقونها بكل سهولة ويجعلون أبطالهم يقومون بأي شيء إن كان ولو أنه شيء لم يكن منتظرا وكثيرا ما يشارك الجمهور في الحذة المعروض كأن يستدعي صاحب الحلقة أحد الحاضرين ليمسك له شيئا سيستعمله في عرضه أو ليكون وسيطا أو مشاركا في المشهد المشخص وكذلك كانت الدعوة المتكررة إلى الجمهور للصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو التبرك بأحد الأولياء سبيلا إلى تحقيق تآلف فعلي بين الممثلين وجمهورهم وبالتالي فإن التشخيص ينفلت من قبضة التقنين ولا يخضع لأي ضغط في الحوار المقرر سابقا وهذا يعني أن هؤلاء الممثلين يقدمون فرجة كاملة يلتقي فيها الضحك والهزل والدراما والشعر والغناء والرقص والحكاية وبما أن الكل يشارك في التشخيص فإن الميدان التعبير يتسع كثيرا بخلاف المسرح التقليدي الذي لا يفسح المجال أمام الممثلين يتواصلون مع الجمهور بكل حرية إذ نمكت فيه خاضعين لسلطة قواعده الفنية الصارمة بينما نتحرر في الحلقة من سلطة تلك القوانين فيكيف صاحب الحلقة عرضه مع الظروف الراهنة ويدفع الجمهور جله ليشارك في العرض فرجته وأحداته كما هو الأمر في المسرحيات الحديدة التي تمردت على القواعد العتيقة للمسرح التقليدي أما فنون الحلقة وموضوعات الفرجة فمتنوعة ومتعددة تنطوي على كثير من الفطنة والمهارة فمن الألعاب الهلوانية إلى ترويض الحيوانات ومن مباشرة أعمال السحر إلى حلقات جناوة وسيد إحمد موسى والمسيح الذي يسل الحاضرين بتشخيص مشاهد شعبية وتنفرد حلقة الحكائين الذين يرون الأساطير العجيبة والحكايات الغريبة بجمهورها الخاص وعشاقها المدمنين على الحضور والاستماع وتتجلى لك صورة أولئك الحكائين وهم يجسدون وسط حلقة من السامعين صوالات وجولات فارس بن عبس عنطر بن شداد بطل أسطورة العنثرية حيث تبدو وجوههم محمرة من شدة الشقاء يقصو صوتهم طارة ويأخذ غنة لطيفة طارة أخرى والمستمعون يتابعون أحاديثهم بسوق وانتباه وكل جواع ريحهم مع ذلك الفارس المغوار الذي يخوض المعارك والشدائد ببسالة وشجاعة ليخلص نفسه من نظام العبودية والرقي ويسترد حريته من مجتمع ظالم نبده وتنكر له تلك هي السمات المميزة لهذا المسرح الشعبي وفرجته الدائمة التي كانت وما زالت إلى حد اليوم تجلب كثيرا من المشاهدين المعجبين وزوار المواظمين إذن هنا بعد قراءتنا لهذا النص نصادف مجموعة من المفردات الصعبة لعل أبرزها ضيوع صيت يعني شهرة فنقول ضاع صيت الفنان صار مشهورا كذلك نجد مغالقا من الآراء أي آراء غامضة ومعقدة نجد كذلك التقنين أي الخضوع للقوانين ثم كلمة الفطنة أي الذكاء والنبهة إذن بعد قراءتنا لهذا النص لابد أن نتوصل إلى فكرته المحورية والتي تتجلى في تعريف الكاتب للحلقة وبيانه خصائصها المميزة وفنونها المتنوعة وآثارها على الجمهور لذلك يمكننا تقسيم النص إلى أفكار أساسية لعل الفكرة الأولى تتجلى في التعريف بالحلقة وإبراز ارتباطها ببعض الأماكن المغربية خاصة ساحة جامع الفنان الفكرة الثانية تقوص الحلقة مميزاتها مقارنة بالمسرح التقليدي من جهة والمسرح الحديث من جهة أخرى الفكرة الثالثة تنوع فنون حلقة وتعددها وانفراد حلقة الحكائنة بمميزات خاصة أما الفكرة الأخيرة وهي الفكرة الرابعة تأثير الحلقة في جمهور المتابعين بعد القراءة للنص والاستخلاص مجموعة من الأفكار يجب أن نمر إلى المرحلة الثالثة وهي القراءة التحليلية أول مرحلة سنصادفها هي المعجم أي الألفات الدالة على مجال نص وكما قلنا في بداية النص على أن هذا النص ينتمي إلى مجال الفن الثقافي فنجد مجموعة من العبارات لعل أبرزها المسرح فرجة فن الحكاية إبداعاتهم الحلقة الموسيقيين، المشهد المشخص، الممثلين، جمهور، الدراما، الهزل، الضحك، الشعر، الغناء، الرقص، قواعد الفنية، المسرح التقليدي، المسرح الحديث، المسرحيات، تشخيص، الحكائن، والأسطورة وكما قلنا في الفرضية فالكاتب يقانن بين الحلقة والمسرح لابد أن نبرز أوجه هذه المقارنة في وجهين أوجه التشابه وأوجه الاختلاف أوجه التشابه فالحلقة والمسرح يشتركان في تقديم الفرجة وكذلك الاعتماد على التشخيص أمام الجمهور أما أوجه الاختلاف فنجد في الحلقة تشخيصا تفاعليا يشارك فيه الممثلون والجمهور على حد سوى أما المسرح التقليدي نجد تشخيصا مقنن خاضعا لضغط الحوار المقرر سابقا وهنا نجد على أن المسرح التقليدي هو عكس الحلقة فيما يخص بين التفاعلي ما بين الجمهور والممثل أخيرا المسرح الحديث نجد أنه تمرد على المسرح التقليدي كيف؟ بتكسير مجموعة من القواعد ولعل أبرزها يعني العلاقة ما بين المتلقي أي المتفرج والممثل وكما هو معروف لابد لكل نص أن يترك في قارئه بصمة أو قيمة فنصنا هذا يتضمن قيمة فنية ثقافية توجيهية تتمثل في التحسيس بأهمية الموروط الفني الثقافي والدعوة إلى الحفاظ عليه فهنا صاحب النص يدعونا إلى الحفاظ على هذا التطورات الشفهي اللمادي وذلك بالحضور إلى مثلا مجموعة من الحلقات التي تحكي الثقافة العربية أو تعطينا صورة للمجتمع المغربي التقليدي أخيرا القراءة التركيبية للنص الحلقة هي موروط فني وتقافي قائم على الفرجة الشابية المرتبطة بأماكن خاصة مثل الأسواق والساحات وتعد ساحة جامع الفناء بمراكش أشهر ساحة مخصصة للحلقة على الإطلاق وللحلقة طقوس متميزة تجعلها قربة إلى حد كبير من المسرح غير أنها تختلف عنه من حيث نوعية الشخص الذي يتخذ شكلا تفاعليا في الحلقة وشكلا مقننا في المسرح كما قلنا المسرح التقليدي وتتنوع فنون الحلقة وتتخذ عدة أشكال تعبيرية وما تزال الحلقة إلى يومنا هذا محط إقبال وإعجاب الكثير من المشاهدين والزهار إذن إلى هنا أعزائي ننهي تحليلنا لهذا الناس وأترهكم في رعاية الله